اشتركوا في القناة 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 فصار الذي يتخلف عنه عندهم قاطع رحمة لكن لو ان الناس تركوا كما تركه الصحابة والتابعون ما صار تركه قاطع رحمة صار تركه عادة ولهذا لو ان طلبت العلم بينوا الناس هذا الامر وبدأوا بأنفسهم هم كما بدأنا بأنفسنا والدنا توفى ولم نجلس العزاء ووالدتنا توفى ولم نجلس العزاء لو أننا أهلين فعلوا ذلك لكان في خير كثير ولترك الناس هذه العداء ثلاثيا في بعض البلاد إذا ملرت بالبيت الذي مات فيه الميت تقول هذا بيت زواج من الأنوار والداخل والخارج والكراس وعلى أشياء التي تنافي الشرق وفيها إسراف وفيها بدل فالواجب أن الإنسان يعرف الحق من أكتب والسنة لا من عداد الناس لو أن ناس ترافوا هذه العادة وصار العزاء إن وجله في السوق أو في المسجد عزه وأيضا يعزيه إذا كان مصابا لا إذا كان قريبا بعض الأقارب لا يهتم بموت قريب وربما يفرح إذا مات قريب قد يكون بينه بين قريبهم مشادات ومنازعات وخصومات فإذا مات قال الحمد لله الذي أرحل منه فالتازه للمصاب فقط كما جاء بالحديث من عزه مصابا فله مثل عجب مصاب ما قال من عزه من مات له ميت فمثل هذه المسائل يجب على طلبة العلم أن يبينوا الناس الحق فيها حتى يسير الناس بها على الهدى لا على الهواء نعم على كل هذا كل له رأيه لكن الواجب على أقول بارك الله فيك الواجب لمن كان ناصحا لله ولأيمة المسلمين إذا رأى من أخيه شيء يرى هو أنه خطأ نعم أن يكلم أخاه مباشرة يقول أنك قلت كذا وكذا وأشكل عليه حتى لا يحصل بلبل في العامة وأيضا إذا رجع المخطي من نفسه أحسن مما إذا رجع إذا رد عليه وربما إذا رد عليه يركب رأسه ويرتكب الخطأ وقد تبين له الخطأ تأخذ العزة بالإثم فالواجب على العلماء إذا رأوا من أخوانهم خطأ أن يكلموهم قد يكون الخطأ في فهمه وهو صوار ويرجعون إلى ولذلك أنا آود أن تقول لهذا الأخ الذي قال الاحتياط أن تبين له أن الاحتياط اتباعه ما جاء ما جاء بكذاب والسنة هذا هو الاحتياط فأين في كتاب الله أو سنة رسوله أن الكحنة مفضطة أين هذا إذا كان عنده نص يقران أو السنة فعلى العين والرأس إذا لم يكن عنده نص فالأصل أن الصوم صحيح منعقل بمعتبى دليل الشرع ولا يمكن أن نضيق على عباد الله وأن نحرم عليهم ما أحلى الله لهم إلا بدليل الله يسألنا لماذا حرمتم على عبادي هذا الشيء بغير إذن منه مسألة منها هينا تحريم الحلال كتحليل الحرام بل أشهد لأن تحليل الحرام مثلاً فيه تسهيل لكن تحليم الحرام فيه تشديد والدين الإسلامي يميل إلى السهولة واليسر أكثر مما يميل إلى التضييق والعصر هذا وهذا ولا تقول إن ما تصبح هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكيب